عمر عواد صباح الخير معمر إذن دعنا أولا نعلق على تأثير QNB على المؤشر في بلايات هذه الجلسة لا نستطيع أن نتحدث عن تأثير كبير في الحقيقة لأن هذه النتائج جاءت دون توقعات هناك كما نتحدث أنه كحد أدنى أنه البنك قد يسجل 10% معدى النمو كان اكتفى فقط ب7% كنصف أول أتحدث هنا ولكن إذا ما قررنا ربع بربع يعني ربع الثاني 2013 مع ربع الثاني 2014 عما نحكي بس عن 3.5% أو أقل من ذلك لأنه معدل ما أضافه فقط 40 مليون ريال قطري وبالتالي قد تكون هذه من أقل الفترات الزمنية في حساب النمو لدى هذا البنك حتى منذ انفجار الأزم مالية لكن لا نستطيع أن نقفل بأنه البنك في العام في ربع الثاني 2013 سجل ارتفاع قوية في الحقيقة مليارين وستمائة مليون طبعا نتيجة بعض الاستثمارات وبالتالي استطاع أن يحقق بعض التدفقات المالية صلفت في بند الأرباح بذلك كان الحصول إلى المستوى مليارين وستمائة وتسعة وسبعين قد يكون هذا أمر جيد نوعا ما إذا ما تمت المقارنة ولكن بالمجمل عم نشوف أنه ارتفاع في حل موجودات اللي كنا نشوفها ب20 و24 خفضت إلى 8% عم نتحدث فقط عن 128 مليار دولار أمريكي رغم هذا النمو وأن كان دون توقعات لكن نحدث الآن عن أكبر بنك عربي من حيث الموجودات كذلك أيضا بالنسبة للودائع نمت فقط بـ 6% بينما أننا كنا نشوف فترات سابقة بـ 15 و20 و25% 345 مليون وكذلك أيضا القروض نمت نوعا ما كانت لكن أقل من فترات سابقة بـ 326 مليون عاد على السهم يعتبر جيد نوعا ما بالنسبة لهذه المساعدة السعرية سهم الشركة حتى الآن منذ بداية هذا العام ارتفع تقريبا بـ 2% وبالتالي ليس هناك حراك حتى ما شاهدناه اليوم على سهم كيومبي هي كميات تبقى متواضعة بـ 3000 أو 4000 سهم إذن ليس هناك تفاعل حقيقي مع هذه النتائج المالية لأنه في الحقيقة جاءت دون التوقعات ليست بـ يعني تعتبر أرباح جيدة في المنطق الاستثماري أنا نتحدث عن بنك عم يعمل 7 و 6% صحيح لكن المتعملين مع هذا البنك تعودوا على معدن نمو لا يقل عن 13 و 14 مليون لكن مع ذلك معمر جهدنا البارحة حتى في عزل أزل مالية عمليات شراء استباقية على هذا السهم إذا لاحظنا لسيما في نهاية الجلسة كيف ترى هذا الأمر صحيح ولكن ليست بالكميات المعهودة يعني شفنا أنه ساعم بارتفع بـ 1 و 1.5% ولكن هو صعده مستوى 170 ريال ضغط عليه في جلسة أول من أمس دون أن نقفل نسقط بالحسابات لأنه هذا السهم أيضا تعرض إلى موجة ضغطات قوية في ظل موجة التصريح الثانية شفنا السهم عند مستوى 160 ريال وهو أدنى المستوى منذ عام تقريبا وبالتالي كانت فرصة للبعض للشراء لهذا السهم طبعا بكل أحوال يعني ساهم كيومبي يعتبر يعني هو واحد من أكثر الأسهم أمانا بالنسبة للمستثمر محلي حكومة قطر تمتلك فيه 50% من رأس المال المؤسسة القطرية أكثر من 15% حتى على مستوى الأفراد هو يعتبر ساهم استثماري والحضور الأجنبي فيه قبطة واضح يعني فقط 6% لساهم كيومبي ولكن بالمجمل تعتبر نتائج جيدة ولكن ما عود البنك عليه مساهمية بأنه معدلات النمو لا تقل عن 12% أو 13% جاءت مفاجئة بالنسبة لبعض لذلك لا أشهد هذا التفاعل القوي مع السامن معمر ذكرت لأمس بأن المؤشر سوف يحدد اتجاهه بنتائج جيومبي الآن إلى أين سوف يصير المؤشر في الفترة القادمة؟ طبعا على المستوى الفني مهم جدا أنه بالأمس المؤشر أغلق فوق نقطة 12500 طبطة هذه نقطة دعم قوية الآن الآن نحن دخلنا مرحلة العودة أو التقدم إلى الأمام لإغلاق مرحلة التصحيح الأولى التي شاهدناها التي سقط منها المؤشر من 13900 إلى 12400 نقطة الآن نحن دخلنا الموجة الجديدة عمنا نشوف حجم عمليات شراء جيدة عمنا نشوف سيولة جيدة شفناها بالأمس أيضا اللعب الأجنبي الذي كان صافي عملياته بيع الآن تحول إلى صافي شراء حتى اللعب الأجنبي بدأ بعمليات شراء بالتوازي مع المحافظة المحلية إذن هناك سلوك جديد شاهدناه في الأمس المحافظة المحلية والمحافظة الأجنبية تقوم بعملية الشراء بينما الأفراد القطريين والأفراد الأجانب هم من يقومون بعمليات البيع وبالتالي هذا يعطينا بعض الإشارات بأن الصرديق والمحافظة ربما تجد في هذه الأسهم فرصة قد تكون استثنائية في بعض الأسهم للدخول والشراء عليها وهذا ما يعزز من موقعها ومراكزها المالية في هكذا الشركات وهو ما يدفعنا الحديث ويدفع الكثير من المحللين بأن السوق حاليا في مرحلة الصعود وليس بعيدا من نشوف المنشر مرة أخرى فوق نقطة 13 ألف نقطة قبل نهاية هذا الشهر معمر عواد مدير مكتبنا في العاصمة القطرية الدوحة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر